السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات اليوم الإخوان الموضوع عدلنا مهم جدا وهو صد قدوسة لرد الاعتبار لأهلنا بالعرجاء وآخرا الجارة الشرقية غادي تعرف باللي المغرب ما بقاش كيلعب المغرب رجع كيتعامل معها بالمثل بقو معي الإخوان شوفوا التفاصيل لهذا الموضوع دائما نتمنى منكم انكم تدعمونا باللايكات ديلكم بالبرتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا وبالنسبة المتتبعين للجدود فمنحبا بكم تنضموا لنا للقناة ديلكم أو العائلة التانية ودائما نحن مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم وهي قضية الصحراء المريبية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عشاء يبدو أن ولاية بشار سوف تواجه أزمة ماء خانقة لهذه الصحيفة بعد تراجع رهيب لمنسوب سجر في التربة الممول وحيد للولاية مما أثر على عمل التوزيع وعمق من معاناة المواطنين الذين يستنجدون بمياه الأبار التزود بالمياه الصلحة للشرب بعد انقطعها لأيام أثر حتى على الأشياء الطبية الموجودة بالمنطقة والأشجار التي كانت موجودة في المنطقة وكانت خضراء الآن أصبحت يابسة وهذا ما يؤثر على الثروة الحيوانية والثروة النباتية من ناحية السدية جانب آخر لما نتكلم على هذا السد بمعنى أن استراتيجية الدولة التي كانت سابقا الاهتمام بهذا للأسف هذه الاستراتيجية ضربت باستراتيجية من دولة الجوار بوضع سدود أخرى هي التي تسببت في جفاف هذا السد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة